على حساب ضيفه ملودية بيجاية اللقاء الذي احتضره ملعب عمر حمد ببلغين بحلته الجديدة بعد إعادة تهيئة مرافقه وعرضية ميدانه التي بدت في أحسن حل شهد قبل بداية اجتباكات بين أنصار الفريقين قبل أن تعود الأمور إلى نصابها في وقت لاحق وبعد محاولات عديدة من أصحاب الأرض نجح أسامة درفلو في الوصول إلى شباك الضيوف في الدقيقة الثالثة والأربعين قبل أن يتحصل البديل غزلان على ضربة جزاء ترجمها زميله ربيع مفتاح إلى هدف ثاني عند الدقيقة الثامنة والسبعين قاضيا على أحلام بجاوية في العودة في النتيجة